بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلابي طلاب الصف الثاني ابتدائي أرحب بكم أنا المعلمة ناسم طيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نستكمل درسنا السابق في مادة العلوم موضوع درسنا لهذا اليوم الهواء موضوع الدرس الهواء أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على الهواء من حولنا الأهداف التعليمية للدرس أن يذكر الطالب والطالبة أن الهواء يحرك الأشياء أن يعرف الطالب والطالبة الهواء أن يذكر الطالب والطالبة أن جميع الكائنات الحية تحتاج إلى الهواء أن يعدد الطالب والطالبة استعمالات الهواء أن يصنف الطالب والطالبة الهواء إلى هواء نقي وهواء ملوث أن يذكر الطالب والطالبة واجبنا تجاه نعمة الهواء أمامي تجربة بسيطة نستكشف منها فائدة الهواء من حولنا ماذا ترون أمامكم يا طلاب الصف الثاني؟ هذه مروحة ما الذي يصدر عن المروحة؟ يصدر عنها الهواء هيا نجري التجربة نقوم بتشغيل المروحة ماذا قامت به المروحة؟ المروحة أو الهواء يحرك الأشياء الهواء يحرك الأشياء من حولنا انظروا يقوم الهواء بتحريك الورق وتحريك الريش إذن الهواء يحرك الأشياء من حولنا ما هو الهواء؟ الهواء خليط من الغازات عديم اللون والطعم والرائحة الهواء موجود حولنا في كل مكان موجود في كل غرفة موجود في كل منزل موجود في كل شارع في كل مكان يحيط بنا الهواء هل الهواء لون؟ لا نستطيع رؤية لون الهواء هل الهواء طعم؟ لا يوجد طعم للهواء هل الهواء رائحة تميزه في كل مكان؟ لا يوجد للهواء رائحة إذن يعرف الهواء بأنه خليط من الغازات عديم اللون والطعم والرائحة ماذا ترون في الصورة؟ نقرأ الصورة التي ترونها بنت تتنفس الهواء وهنا سمكة تتنفس الهواء هنا نرى الأشجار يحركها الهواء هل يعيش الإنسان بدون الهواء؟ هيا نغلق أمفنا وفمنا هل نستطيع أن نبقى بدون التنفس؟ لا نستطيع إذن الإنسان يحتاج إلى الهواء لو قمت بوضع صفور في داخل درج وأغلقت الدرج هل يبقى على قيد الحياة؟ لا يبقى على قيد الحياة لماذا؟ لأنه لا يتنفس الهواء لو قمنا بوضع نبتة في مكان مغلق هل تبقى على قيد الحياة؟ تجف أوراقها ثم تتساقط لماذا؟ لأن جميع الكائنات الحية تحتاج إلى الهواء الهواء من الحاجات الأساسية للكائنات الحية لا تبقى الكائنات الحية على قيد الحياة بدون الهواء في ماذا نستعمل الهواء؟ ما هي استعمالات الهواء؟ للهواء استعمالات عديدة تنتقل الأصوات من مكان إلى مكان عبر الهواء وبدونه لا تنتقل الأصوات الهواء ينقل الصوت من مكان إلى آخر الهواء ينقل الصوت إذن من استعمالات الهواء نقل الأصوات من مكان إلى آخر أيضاً يساعد الهواء الأطفال باللعب بالطائرة الورقية حيث يساعد في حملها وتحليقها عالياً في الجو يحرك الهواء القوارب الشراعية الصغيرة في البحار والأنهار لأنه يدفع أشرعتها ويساعدها على الإبحار من فوائد الهواء أنه يساعد في تحليق المناطيد وتحريكها ونقلها من مكان إلى آخر يأخذ الإنسان الأكسجين من الهواء أثناء التنفس ويموت الشخص لو توقف عن التنفس دقيقتين فقط نحتاج الهواء الرطب في فصل الصيف ليخفف عنا حرارة الشمس ويسمى ذلك الهواء نسيماً عليلاً الهواء عنصر ضروري لنمو الأشجار والنباتات في المزارع والحقول والحدائق الهواء الجوي يحمل الطائرات ويساعدها على الطيران ونقل الناس والبضائع إذن للهواء استعمالات عديدة ينقل الأصوات من مكان إلى آخر تحتاج إليه الكائنات الحية يحرك الطائرة الورقية والمناطيد الهوائية والطائرات الهواء يلطف الجو عندما يكون فصل الصيف شديد الحرارة فإن الهواء البارد يلطف حرارة الجو ما هي استعمالات الهواء؟ من استعمالات الهواء أنه يساعد الطيور على التحليق عالياً يساعد في تحريك السحب واصطدامها ببعضها ثم نزول الأمطار الهواء كما ترون في الصورة يا طلاب الصف الثاني يساعد السفن على الإبحار من استعمالات الهواء تحريك تلطيف الجو عبر المراوح وأجهزة التكيف يساعد الهواء الطائرات على الطيران كما ترون في الصورة ويساعد المراطية على الطيران والتحليق في الجو إذن للهواء استعمالات عديدة نقارن بين الصورتين ماذا ترون في هذه الصورة؟ نرى هواء نقي الهواء في هذه الصورة نقي بينما في هذه الصورة نرى أن الهواء ملوث والهواء الملوث يتسبب بتلوث الجو والأمراض للكائنات الحية إذن الهواء قد يكون هواء نقي أو هواء ملوث كيف يتلوث الهواء؟ دخان المصانع من أسباب تلوث الهواء رش المبيدات الحشرية من أسباب تلوث الهواء دخان السيارات القديمة من مسببات تلوث الهواء الحرائق من مسببات الهواء إذن قد يتلوث الهواء ويتغير من هواء نقي إلى هواء غير نقي بسبب دخان المصانع أو المبيدات الحشرية أو دخان السيارات القديمة أو الحرائق كيف نحافظ على الهواء من التلوث؟ علينا أن نبعد دخان المصانع عن المدن علينا عدم رش المبيدات الحشرية بكثرة ورشها داخل البيوت والمنازل علينا التخلص من السيارات القديمة التي تصدر هواء ملوث أيضا يا طلابي عندما نرى أن الجو يحمل الأتربة علينا إغلاق النوافذ والأبواب صح أو خطأ؟ الهواء لونه أصبر هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ عبارة خاطئة الهواء عديم اللون دخان السيارات القديمة من أسباب تلوث الهواء عبارة صحيحة تستطيع النباتات العيش بدون هواء عبارة خاطئة النباتات من الكائنات الحية والكائنات الحية من حاجاتها الأساسية الهواء قوة حركة الهواء تساعد الطيور على التحليق عبارة صحيحة باستخدام استراتيجية العصف الذهني نعدد فوائد الهواء عرضنا قبل قليل العديد من فوائد الهواء عدد عزيز الطالب بعض فوائد الهواء ذكرنا أن الهواء من حاجات الكائنات الحية ذكرنا أن الهواء يساعد الطيور والمناطيط والطائرات على الطيرات يحرك السفن والقوارب الهواء عنصر أساسي لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة الهواء البارد يساعد على تلطيف الجو في فصل الصيف سؤال أكمل العبارة التالية من آثار دخان المصانع بماذا يتسبب دخان المصانع؟ يتسبب في تلوث الهواء وانتشار الأمراض الصدرية لا قدر الله الهواء خليط من الغازات لا أحسنتم لا لون له ولا طعم ولا رائحة ينقسم الهواء إلى هواء ماذا؟ هواء نقي وهواء ملوث عدد الكائنات الحية ما هي الكائنات الحية التي تحتاج إلى الهواء؟ الإنسان الحيوان النبات في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الاطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والصبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة ابنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من حصص الدراسية إلى بيئة الطالب بتعريفهم بأهمية المحافظة على الهواء نقي وإغلاق النوافذ والأبواب عند وجود الهواء المحمل بالأتربة وصلنا إلى نهاية درس الهواء كانت معكم معلمة إناس طيري في أمان الله